موسيقى حالة ترقب ويقظة داخل الدوائر العسكرية الاسرائيلية فشبح وصول شحنة صواريخ الاس 300 يؤرق صناع القرار في تل ابيب تخوفات اسرائيل من تسلم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية البعيدة المدى تعود اساسا الى قدرة هذه السواريخ على شل حركة الطيران المدني والعسكري فوق غالبية المناطق الاسرائيلية فالضربات الجوية الانتقائية للمنشآت العسكرية والعلمية السورية قد تغيب في الحرب المقبلة فمنظومة الاس 300 قادرة على تحييد سلاح الجوي الاسرائيلي واخراجه من معادلة الصراع اسرائيل اختارت المساعد الدبلوماسية كاقصر طريق لتعطيل الصفقة اقترحت ان تعوذ قوات روسية القوات الاممية المرابدة في الجولان لكن الاغراء الاسرائيلي قوبل بالرفض قد لا تكون هذه المنظومة كابوسة اسرائيل الوحيد فهناك معلومات عن امتلاك سوريا صواريخ اسكندر فصاروخ اسكندر هو صاروخ روسي الصنع يبلغ وزنه ثلاثة اطنان ويحمل رأسا تزن 400 كيلو جرام شديدة التفجير وتدعوه الجيوش الغربية باسم الصاروخ الشرير التدمير التام قد يكون مصير المنشآت العسكرية الاسرائيلية بمداه الذي يبلغ 300 كيلو متر ومع هامش خطأ لا يتجاوز الثلاثين مترا قد يكون الاسكندر كابوسا حقيقيا لهذه المنشآت لقدرته التدميرية العالية وقدرته الفائقة على المناورة والتشويش اضافة الى استحالة اعتراضه